أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوية الحدث نخصصها للحديث عن ملف المساعدات والتلاعب الذي يحول دون وصول المساعدات لمحتاجها قال برنامج الغذاء العالمي لمستويات عدم الأمن الغذائي التي تنذر بالكارثة إن حسرت وشهدت تراجعا في 29 مدرية من أصل 45 مدرية مصنفة على أنها الأشد تضرورا من الجوع غير أن البرنامج أكد بأن المساعدات الإنسانية ما تزال بمثابة شريان الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في اليمن هذا ويتسأل متابعون عن مصير المساعدات والأطراف التي تشرف على إصالها وأبعاد إشكالية عدم تغطية المساعدات لحجم الاحتياجات في المناطق المنكوبة بالحرب في هذه الحلقة من برنامج زوية الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين لماذا لا تغطي المساعدات احتياج الفئات المستدفة في معظم المناطق وما هي الجهات المتسببة في عدم وصول المساعدات إلى محتاجها نتابع التقرير التالي الذي عده الزميل معد هذه الحلقة محمد عبد المغني ومن ثم نعود لنبدأ النقاش كثير من الأسئلة تطرح كل يوم حول مصير المساعدات إلى أين تذهب وهل تصل للمحتاجين ومن هي الأطراف أو المنظمات التي تشرف على إيصالها برنامج الغذاء العالمي وفي جديد بياناته قال إن مستويات عدام الأمن الغذائي شهدت تراجعاً في 29 مديرية من أصل 45 مديرية مصنفة على أنها الأشد تضرراً من الجوع البرنامج أوضح أن مستويات عدام الأمن الغذائي الشديد انحسرت غير أنه أكد في المقابل أن أكثر من 11 مليون شخص في اليمن لا يزالون يكافحون بشكل يومي من أجل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء وهو رقم كبير بالنسبة لحجم المساعدات التي وصلت إلى اليمن والتي لا تصل إلى الفئات المستهدفة عدم أصول المساعدات لمحتاجها كان عنوان المرحلة الأكثر سودوية في الحرب حيث تزايد مؤخراً منسوب التلاعب بالمساعدات المخصصة لإطعام الجوع وعلاج الجرحة أصادر مطلعة قالت إن هذا التلاعب يحدث في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالأكثر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الذين وضعوا أطرافاً تابعة لهم تنظم آلية توزيع الأموال والمساعدات برنامج الغذاء العالمي وفي وقت سابق قال إن الحوثيين يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص المحتاجين وهذا النظام يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه لضمان وصول المساعدة لهم سرقة لقمة من أفواه الجياع هكذا بات الوضع في بلد غارق بالحرب والأزمات والنزاعات المسلحة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونبدأ الحلقة مع ضيفنا الأول الذي ينضم إلينا من عدن جمال بالفقي منسق اللجنة العلية للإغاثة مرحبا بك سيد جمال وبداية أنتم في اللجنة العلية للإغاثة ما هي أخر لحصائيات وأيضا المعلومات المتوفرة لديكم حول الوضع الإنساني والإغاثي في في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم نشكر القناة بالغيس ونحيي ضيك والكريو ومشاهدين جميعا الحقيقة الملف العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام يمر من عقبات كثيرة في عملية الإصال المساعدات المواطن لأسباب كثيرة أولا 80% من المساعدات الإغاثية تصل لمنى الحديدة ومنها تتم توزيحها عبر من الحديدة لجميع من المديريات التي تحفظ سيطرتهم طبعا الوصول الإغاثة للمواطنين تتعرقل بشكل كبير سواء كامل حوفيين أو بسبب أولا ثانيا أن الكثير من المنظمات التي هي شريكة منظمات الدولية في موالي الحوثيين ولا تصل في المراحة الكثيرة وهذا ما يسبب عملية كثيرة من المديريات وكثير من المحافظات تحاصر ولا تصلها للغافة بشكل أساسي سيد جمال عفونا على المقاطعة ولكن سنأتي على ذكر العراقين والعواقل التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن ولكن هناك تقرير لنظمة العالمي تتحدث أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تشهد تراجعا وانحسارا بدسبة 29 مديرية من أصل 45 هذا أتى على لسان منظمة الغذاء العالمي ما صحة هذا الموضوع هل فعلا انعدام الأمن الغذائي يشهد تراجعا في بعض مناطق اليمن؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول ذلك في اللجنة العليا للإغاثة؟ هي طبعا العدد المديريات في الجمهورية 33 مديرية هو بيتحدث عن مديريات التي تحدث عنها التي هي مبودة تطرحوا لي الحقيقة الكثير من مناطق محاصرة خاصة في مناطق حجة وفي مناطق المحويت وكذلك في المناطق التي حتى في الحليل في مناطق الحتيات التي علنت من السابق بمجاعة كثيرة الحقيقة هي قبعة أمم المتحدة هي مسؤولة لإيصال المساعدات لأي مواطن يمني بحكم أنها هي قبعة أمم المتحدة تصل لأي موقع أو أي مواطن الواقع أن التقارير التي تتوحها الأمم المتحدة أو برنامج العالمي أو جميع النظامات هي غالبا تأخذها من بعض الشركائها وشركائها قد يكونوا غير ذات السيقاح الحقيقية في عمليةها وإنما نتحدث بواقع عندما حطت الاستجابة التي حدثت في 2019 الذي طلبت الأمم المتحدة وطلبه حوالي 4 مليار و200 مليون دولار استلم حوالي 2 مليار و600 مليون هنا عندما نتحدث حسابيا أن المبلغ الذي استلمه 2 مليون وخطة استيابة 2019 2 مليون و200 مليون دولار هي طبعا نص المضغ الذي هم الطلبات الأمم المتحدة في خطة استيابة 2019 فمعناته أن الـ 22 مليون الذي هو بحالي للغضاء نقص إلى حدث 11 مليون الميزان التشغيلية وكذلك عملية الدفع المرتبات الموظفين في حدث 40% إذن توصل للنص 80% إذن عندما نتكلم على عدد الناس المستهدفين لا يزيد على 3 أو 4 مليون شخص مواطن تصل إليه الإغاثة في خلال فتة الماضية برغم أن أعلان برنامج غداء العالمي أو الأمن الغذائي أنه سوف يستخدفون في 2019 و12 مليون شخص وهذه الكمية التي تصل إليهم في المناطق المحررة هي بتوزع عن طريق برنامج غداء العالمي وبرضو عن شركة برنامج غداء العالمي ونحن في اللقنة واللغاة لم يتم التنسيق معنا وممكن يتم إبلاغنا بأنها ستوزع هذه الغاثات في عدة أماكن في المديريات والمحافظات المعنية كل شهر ويتم التوزيع إليها لكن لا توجد شفافية في عملية رفع التقارير هل استلمت أو ما استلمت هل في بعض الناس يعني فيه كثير من الشكاوي توصلنا أنه كثير من المحافظات لن يكون العدد كافي لإيصال المواطنين يعني الذي هو حسب تقريب أمم المتحدة أو تقريب الأمن الغداي والفاو بأن اللقاة تصل إليهم ولهذا نقص الشفافية في عملية أصدار البيانات المستمرة سواء كان في للنقنة العليا لغاثة أو حتى لقط تقطيط أو حتى بشكل شفافي للمواطن عشان يعرف كل إنسان أن الغاثة هذه يكون محددة أنها ستوصل لبديرية معينة أو محاوطة معينة أشخاص المستهدفين وأشخاص المستهدفين ويكون فيه دامة تحديث باستمرار يقعد في البيانات بالتنسيق بشكل عام وإصال بشكل عام وهذا تحصل للخلل بعدم التنسيق وعدم التنظيم في العمل الإنساني والغاية نعم إذن سيد جمال تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الناشط المجتمعي الذي ينضم إلينا من ألمانيا فداء يحيى مرحبا بك فداء أتوى مجموعة كبيرة من الناشطين والصحفيين قلتم تحركات كثيرة ضمن حملة أين الفلوس لمطالبة منظمات الأمم المتحدة بالشفافية ونشر تقاريرها إلى أين وصلتم بذلك كيف كان رد الفعل هل تلقيتم أي استجابة أي تفاعل من قبل أي جهة نحو مطالباتكم أهلا وسهلا مساء الخير أهلا بك في الحقيقة إلى الآن لم تتفاعل مع مطالب الحملة شوى القليل من المنظمات المحلية وأما بالنسبة للمنظمات الدولية فلم تعير هذه المطالب أي سمع ويتضح لنا إلى الآن أنها مستمرها في عدم الانتزام بالشفافية ورفضها لمسألة تطبيق الرقابة المجتمعية والمساءلة المجتمعية وقمنا بحضور العديد من الفعاليات مؤخرا نظمتها بعض هذه المنظمات الدولية طرحنا لهم أسئلة بشكل مباشر وتحدثنا مع ممثلي هذه المنظمات وعدونا بأنه يتم تطوير أو تحسين أداء المنظمات يعني ممثلي المنظمات العاملة في اليمن ونحن على استمرار وتواصل معهم لكن إلى الآن لا يوجد أي تجاؤب فعلي لهذه المطالب نعم تهرب منظمات الأمم المتحدة من نشر التقارير كما وصفتمه أنتم في الحاملة أنه دعم للفسد كيف يمكن إجبار هذه المنظمات على أن تكون نشر تقاريرها من ضمن الشروط من قبل المانحين أين هو دور المانحين لإجبار هذه المنظمات على الشفافية ونشر تقاريرها في العمل الإغاثي في اليمن ما هي الطرق الذي يمكن دفع بها هذه المنظمات لاستجابة فالحقيقة أننا تواصلنا مع المانحين في إحدى مراحل الحملة لكن الحملة هذه مرت في مراحل في المرحلة بعد أن تواصلنا مع المنظمات تواصلنا مع المانحين كالبنك الدولي وبعض الحكومات الأوروبية وكذلك الحكومة الأمريكية والبريطانية وموثليها العجيب أنه أيضا لم نجي تجاوب من المانحين بالمناسبة المانحين يطلعون على هذه التقارير وترفع لهم هذه التقارير بشكل دوري ولكن يبدو أن هناك تفاهمات أو مثل ما نقول تبادل المصارف مشتركة بين المنفذين لهذا المشاريع وبين الدائمين لهذا المشاريع نعم في داء ابقى معي سأعود إلى سيد جمال بالفقي سيد جمال تحدثت على عدة ترقيل تواجه العمل في اليمن وتواجه أيضا عملكم في اللجنة العليا للإغاثة كما ذكرت أن نسبة كبيرة من المساعدة تصل عن طريق ميناء الحديدة سيد جمال لماذا لا يتم العمل على أن تصل المساعدة عبر النوافذ الوقع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لتكون الأكثر العمل الإغاثي انتظاما تحت عمل أو تحت إشراف الحكومة الشرعية واللجنة العليا للإغاثة طبعا نحن في خلال الفترة الماضية من 2018 بتوجيهات صريحة من خامة الرئيس عبدالر المنصور هذه وأعلن عن طريق رئيس اللجنة العليا للغاثة في خطة استجابة 2018 فقدمت في خطة استجابة للأمم التحدى عن تغزع العمل الإنساني للغاثي للمراكز الغاثية عن طريق خمس مراكز الغاثية وتتم توزيعها بالطريقة التي هي بالقرب الجغرافي فمثلا عساس أنها محافظة عدن تضم سبع محافظات قريبة من عدن من ضمها أقليم عدن وتضم إليها تعز وإب وغزم للبيضاء أقليم حضر الموت أربعة محافظات وكذلك أقليم سبع أربعة محافظات وكذلك في الفترة الأخيرة بعد فتح جميع المنافذ البري البحرية من ضمها من أجيزان 22 ممر بري وبحري وفي مواني إلى جانب الفترة الأخيرة من المخاو إلى جانب ومن عدن ومن سقطرة ومن المكلة هذه المواني كلها مستعدة لاستقبال أي عمل إنساني وغاته تم إبلاغهم وكذلك طلب برنامج غدال عالمي عن طريق رئيس اللقنة وبوجود محافظة عدن للطلب مساحات كبيرة وتسلم لهم أربع حكتار لعمل خازن لبرنامج العالمي في محافظة عدن ونحن في محافظة عدن المدير الميناء والمحافظ وكل المؤسسات وكذلك الحكومة اليمنية تقدمت لهم جميع التسهيلات في وصول العمل الإنساني اللقاثي بشكل سريع وتفعيل إلى جانب ميناء كارتكس فتح لهم ميناء المعلاء الحقيقة نحن في الحكومة اليمنية وقدمنا جميع التسهيلات لكن الإشكالية بوجود النظمة الدولية في صنعة وعد الحد الآن لم يتم التجاه بشكل أساسي في نقل مكاتبها بل بالعاكس يعني كل المكاتب موجودة هم وعدونا في خلال الفترة القادمة أنها سيحددوا على أساس أنه مركز يعني غاتل وثلاثة مركز غاتلية على أساس أنه مركز عدن كمركز كامل لجميع المحافظات وممكن كفرع له في ميناء المكلة لكن الحد لم ينفهد بشكل أساسي ولكن نحن في اللقنة والغاتل نحن في أعداد الاستعداد والحكومة اليمينية لتسهيل أي عمل إنساني وغاتل أي منظمة وأي جهاء مانحة لكن بعدهم عن الحافظات وبعدهم عن الحكومة اليمينية هذا يؤسس عدم المراغبة والتابعة في عمل إنساني وغاتي وهذا يجب الآن في خلال الفترة القادمة أن يتغير مسار العمل الإنساني وغاتي ويقوم فيه فعلا نحن في اللقنة وغاتها نحن نقوم فيه فعلا بإقراءات حقيقية في الرغابة والمتامعة لجميع العمل الإنساني وغاتي وإن شاء الله نتوفق برغم شحة الإمكانيات لدينا منظمات المكتب المدني ونحن على آية استعداد لعملية استيعاب أي جهة ممكن تراقب وتتابع ومساعدة الإقناع وغاتها والشعب اليمني والتحقيق في عملية أين توصل هذه اللغاثات ووافع التقارير مستمر ونحن بشكل عام سنكون لهم يدرعون نعم سيد جمال بالحديث عن عملية الرقابة وأيضا حديث كثير من التقارير التي تتحدث عن الفساد في العمل الإغاثي سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كان هناك توجه من قبل الأمم المتحدة لتطبيق نظام القياسات الحيوية الخاصة ببصمة العين والأصابع المقررة من برنامج الغذاء العالمي الحوثيين رفضوا تطبيق ذلك ومن المعروف لماذا رفضوا أنتم في الحكومة الشرعية في الجهات المعنية في مراطق سيطرة الحكومة الشرعية ماذا بالنسبة لكم طبعا بالنسبة نحن سرحا عملية تطبيق بصمة العين بدأت في كثير من محافظات وطبقت في بداية في عدن وانتقلت الآن للمقلة وانتقلت في كثير من الأواكن الموجودة لكن هلا زال في سير عملية التطبيق بشكل عام نحن بالنسبة لنا في المناطق الشرعية لا نتدخل في حاصة في اللقنة والغاثة لا نتدخل في عمل أي منظمة في عمل هذه الجهات نحن خاصة في عدن في مكتب التنسيق في أطار اللقنة والغاثة نحاول نستقل العمل الإنسان والغاثة نحاول نفتح مقالات لهم بحيث نحن نوصل لهم في الأماكن الاحتياج لأن عندما نتحدث عن نحن لا نستلم إغاثات ولا نوزع إغاثات وإنما كل محافظة في محافظات الجمهورية عملنا لزام فرعية برئاسة المحافظة لتزديد برضو الصعوبات لكن الحقيقة أننا نتحدث على كيف تم تمت إغاثات في المناطق المحررة هي تمر على حضر شركاهم البرنامج العالمي توجد عنده شركاء موجودين يتم توزيهم على المحافظات المحررة وهم من خلالهم توزي العمل الإنساني ولغاثي وكذلك المركز السلمان عنده شركاء الهلال الأحمر الإماراتي عنده فريق عمل هو يصل إلى جميع الأماكن التي مستهدفة حسب فريق عمله الحقيقة الكويتية توجد عندها كذلك شركاء اللي هي سموها الجمعية الكويتية وإنما ممكن في خلال الفترة القادمة هي فتحة مكتب ممكن تنظم العمل عن طريق لغاثة أو عن طريق شركاء آخرين لكن مشكل عام نحن نحاول ضد المستطاع أن نحن تكون متواجدين وكفون كفاعلين لأن نحن توجد لنا القزرة هي لغاثة هي لغنة لا بجدها سواء تتعامل معهم ونحن بصف المواطن لتوصل للعمل الإنساني ولغاثة ونحن نحاول نتعرض بكثير من الحراجات لأنه لم يكن لنا يد في عملية تسيير العمل الإنساني ولغاثة نعم إذن سيد جمال بالفقه منسق اللجنة العليا للغاثة كنت معي من عدن شكرا جزيلا لك شكرا لك سيدنا كنت معي ضيف في هذه الحلقة بالعودة إليك سيد فداء نشر نشطاء وصحفيين صور وتحدثوا عن عشرات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية لمنظمة الغذاء العالمية التي تحرق في مدينة الحديدة وهي ليست المرة الأولى حقيقة فداء التي يتم فيها إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الواصلة إلى اليمن كإغاثة بهكذا تهدر تكون ملايين الدولارات المقدمة من المالحين برأيك في دم من المسؤول عن ذلك هذا الإهدار الذي رأيناه مؤخرا ما هو إلا جزء بسيط من إهدار الملايين من الأموال التي وصلت كمشاعدة لليمن هذا هو مظار خياب الشفافية كما قلنا سابقا والرقابة المجتمعية هو السبب في ذلك الإشكالية الكبيرة نكتجد أن الأموال هذه متحكم بها مجموعة موظفين مجموعة موظفين سواء لدى المانحين وكذلك لدى المنظمات هذه هم الذين يديروا هذه الأموال قد يصروا تقارير ويسموها تقارير توضيحية وما هي إلا لتغطي على الأموال التي تهدر المسؤولية الأولى لدى الحكومة الشرعية تتضمن في إلزام هذه المنظمات بنشط تقارير تخيلي أن نسبة كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لا ترفع أي تقارير للحكومة الشرعية في اليمن المنظمات القائمة في المناطق غير المحررة تكتفي من تقاريرها أو رفع تقاريرها مع موظفين لدى الحلثيين وتتم التفاهمات وإن كانت هناك نزاعات فهي على تقاسم الكعكة وليست حرصا على وصول المساعدة هذه المستحق فيها نعم فداء أنت باعتقادك ما هي الأطراف والجهات التي تتلاعب بهذا الملف الذي يمسك المواطن يحتاج للمساعدات اليمنية في بلد يشهد مجاعة هي الأسوأ في العالم التقارير هذه كيف يتم التلاعب التقارير المالية والفنية وأيضا التقارير الرقابية الرقابية التي تقيم عمل الموظمات هي التي ستوضح من أو كيف يتم التلاعب بهذه الأموال المتلاعبين والمستهترين بالأموال هذه هم موظفين لدى هذه الموظمات وأيضا لدى المانحين يتبادلون المصالح ويتم التصرف بالأموال هذه بدون أي رقابة بدون أي حرافية بدون أي مساءلة لا مجتمعية ولا يعني من قبل الحكومة نعم إذن في دائح نشط مجتمعي كنت معنا من ألمانيا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك فدى أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة إذن مشاهدنا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي كان معي من ألمانيا فدى يحيى نشط شبابي مجتمعي وكان معي أيضا من عدن منسق اللجنة العليا لإغاثة سيد جمال بالفقي وشكرا لكم مشاهدنا الكرام على المتابعة والشكر موصول لكم من زميل معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني نلقاكم على خير في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة